موسيقى مشاهدين الكرام في كل مكان نحييكم ونقدم لكم حلقة خاصة حول حصيلة المملكة المغربية في محاربة ظاهرة الإرهاب حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من تبكيك عدد من الخلايا الإرهابية وإفشال مخططات كانت تهدف إلى الإضرار بالأمن الوطني ويأتي نجاح المغرب في محاربة هذه الظاهرة نتيجة للسياسة الاستباقية التي نهجتها المملكة منذ سنة 2003 والتي تعتمد على مقاربة أمنية شاملة ومندمجة ومتعددة الأبعاد محورها العمل الاستباقي بلغة الأرقام أكد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية السيد الشرقوي حبوب أن المكتب ومنذ إنشائه تمكن من تفكيك 86 خلية إرهابية في عمل استند على تعاون وثيق بين المكتب المركزي للأبحاث القضائية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني الحديث بتفاصيل أكثر عن هذه الحصيلة وأبرز الخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها خلال هذه السنة يأسرني أن أرحب بضيوفي الكرام والبداية ستكون معك الأستاذ الشرقوي الرداني الخبير في الدراسات الجيوية استراتيجية أهلا مرحبا بك أهلا وسهلا أستاذ نوفر ترحب موصول أيضا بأستاذ إحسان الحافظي أستاذ جامعي وخبير في الشؤون الأمنية أهلا ومرحبا أهلا وسهلا شكرا أهلا ومرحبا بكم نقرأ الأستاذ المشاهدين حصيلة سنة 2021 وإن كان هناك أحداث اقتصادية سياسية ولكن أيضا هناك أحداث أمنية مرتبطة ارتباطا لسيقا بحياة المغاربة اليومية ويتعلق الأمر بالخلايا الإرهابية التي هناك منها من ينشط داخل المملكة وتم تفكيكها وفقا كما قلنا في المقدمة لسياسة استباقية وبحمد الله الأجهزة الأمنية كانت على أهبة الاستعداد وتمكنت من تفكيك هذه الخلايا والمنضويين تحت لوائها دمعك أستاذ الشرقاوي المغرب انكوى بنار الإرهاب كغيره من الدول بعد أن طفت على السطح هذه الظاهرة لن نقول أحداث السادة عشر من ماي فقط ولكن كانت هناك أحداث في تسعينيات قرن الماضي في مراكش وغيرها كيف تنظر إلى طريقة تعامل المملكة المغربية إلى السياسة المغربية في مكافحة هذه الظاهرة والتي بوأت المملكة مكانة مرموقة أدت إلى تعاون مشترك مع مجموعة من القوى العالمية صحيح ولكن أستاذ دوفل داني أشرح لماذا المغرب مستهدف من طرف الجماعات الإرهابية المغرب نظر لموقعه الجغرافي المهم على اعتبار أنه قريب من أوروبا وكذلك المغرب دولة مركزية في محاربة الإرهاب منذ أحداث سبتمبر 2001 بالولايات المتحدة الأمريكية المغرب نموذج في مكافحة الإرهاب المغرب مدرسة استخباراتية وبالتالي الجماعات الإرهابية والخلايا الإرهابية وحتى الدئاب المنفردة ترى في ضرب المغرب فرصة إعلامية كذلك لنشر التطرف وكذلك لضرب دولة مركزية في محاربة الإرهاب على المستوى العالمي وبالتالي نرى هذا التشوق للجماعات الإرهابية للضرب وتشوف الجماعات الإرهابية لضرب المملكة المغربية اليوم نعيش في محيط جغرافي مدطر كما تعلم السيد المحترم بأن اليوم نعيش المغرب جيوسياسيا نتكلم عن جغرافية الإرهاب أصبحت تتمدد خاصة ما وقع في منطقة سوريا والعراق اليوم هناك تحول الجماعة الإرهابية إلى منطقة الساحل الإفريقي وجنوب الصحراء هناك وضع في ليبيا وضع مضطرب وعدم وجود إجماع توفق حول مسألة الدولة وتوحيد المؤسسات العسكرية أدى بانتشار الأسلحة ليبيا بعد سقوط القدافي في هذه الدول مما أثر على الأمن القومي المغربي لارتباطه بالأوضاع الأمنية في الدول الساحل الإفريقي وجنوب الصحراء وبالتالي عندما نلاحظ اليوم عند الكم الهائل للجهاجمات الإرهابية في دول الساحل الإفريقي وجنوب الصحراء حيث وصل سنة 2020 حسب تقرير وزارة الخارجية الأمريكية اليوم حول الإرهاب وصل إلى 718 ضربة إرهابية أدت بـ 15 ألاف قتيل فقط في دولة بوركينافاسو هناك أكثر من 520 ضربة إرهابية في منطقة لبتاكوغروفا في منطقة الحدود الثالثة ما بين النيجر وبركينافاسو ومالي ضربات إرهابية شبه يومية وبالتالي اليوم عندما نتكلم كذلك على اليوم الجماعات الإرهابية أصبحت لها إمكانيات في ضرب دولة وفي ضرب مركزية الدولة لا على المستوى منطقة الساحل الإفريقي وجنوب الصحراء أو حتى في منطقة غرب إفريقيا أو حتى في منطقة وسط وشرق إفريقيا على اعتبار أن الجماعات الإرهابية اليوم أصبحت تتملك ما يسمى بالطائرات بدون طيار للاستطلاع والهجوم وبالتالي اليوم المملكة المغربية أمام هذا التحدي أمام هذا قد رفعت من منسوب قدراتها والإمكانيتها على مستوى محاربة الإرهاب اليوم نتكلم سنة 2021 يعني على تفكيك خلايا قوية نتكلم عن خليتين في مدينة الراشدية وولاية خرسان ثم كذلك خلية دير طنجة خلية وجدة خلية سلل جديدة بتعاون استخبارات أمريكي مغربي وبالتالي نلاحظ بأن اليوم على هذا الأساس المغرب خلق هندسة على المستوى العمودي والأفقي لمواجهة تحديات الإرهابية وهذا ما أصبح تتملكه المنتظم الدولي خاصة اليوم نتكلم في مارس المقبل الاجتماع وزاري للتحالف الدولي ضد داعش بالمملكة المغربية اليوم المغرب هو شريك استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية في ما يسمى برنامج العمل لمكافحة الإرهاب ولخلية التفكير الاستراتيجي لمكافحة الإرهاب داخل القرى الأفريقية بمعية إيطاليا والنيجر والولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا كان هناك اجتماع لفريق العمل ضمن حيل فوارس بالمملكة المغربية والذي ناقشت تمويلات اللامشروع للجماعة الإرهابية خاصة تنظيم القاعدة كل هذا يظهر بأن المغرب اليوم أصبح دولة مهمة ودولة محورية في ترتيب مجموعة من الأمور مرتبطة بالأمن والاستقرار لا على المستوى المنطقة ولكن على المستوى كذلك القرى الأفريقية جميل بطريقة أخرى أستاذ إحسان المغرب دولة معتدلة فيما يخص الإسلام الوسطي المغرب يعني دولة مدنية بين المغرب لديها جامعات ولديها مدارس وتحارب الأمية ولديها أئمة يكونون في خارج الديار حتى المغربية وبالتالي كل الأمور تؤدي بنا إلى غياب ذلك الحس الخاص بالتطرف الذي للأسف نشأ مع بؤر الصراع المتواجدة في المشرق العربي والتي أدت إلى تجنيد عدد كبير جدا وهائل من الشباب حتى الذين يقتنون بعيدا عن المشرق ويأتون من أوروبا لأسباب دينية بين قوسين نضعه أكيد لماذا هذا النجاح في تجنيد عناصر نجد حتى معدلها السن حسب ما يقدمه المكتب المركزي للأبحاث القضائية في تفكيكه للخلايا الإرهابية شباب في ريعان عمرهم والحياة أمامهم ولكنهم يؤدون الولاء لزعيم تنظيم داعش أو لزعيم تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وغيرها ما هي الأمور التي ربما يلعب عليها قادة التنظيم لاستقطام مثل هؤلاء المجندين وفعلا هذه العناصر التحليلية هي مؤشرات لإستراتيجية وطنية مكافحة الإرهاب حينما نتحدث عن الإسلام المتدل عن دور الجامعات عن ضرامج المصالحة إلى آخره ما يقع لا يمكن تفسيره إلا على ضوء حالة من القتل على الجغرافية التي تعيتها هذه التنظيمات في علاقتها بالشباب طبعا يجب أن نشير إلى رقم هنا مهم وأنه من أصل أكثر من 1350 معتقل جرى توقفهم منذ إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية في 2016 350 من هؤلاء الأشخاص الذين تم اعتقالهم أو توقفهم أو محاكمتهم في قضايا الإرهاب ارتبطوا بتنظيم داعش بموجب هذا النموذج الذي تحدثوا عنه هو نموذج الاقتلاع الجغرافي يعني أن الناس يعيشون بيننا لكنهم مرتبطون من خلال وسائل التواصل الشمعي الانترنت إلى آخره بشبكات التجنيد لصالح تنظيم داعش سواء في بارة التوطر التقليدية أو في ساحل اليوم هذا رقم المسألة الثانية هو أنه أيضا حينما نتحدث عن استراتيجية وطنية مكافحة الإرهاب في المغرب فأعتقد في تقديري أن هذه استراتيجية هي اليوم موضوع تقييم وطني من نظر أولا للنجاة التي أمانت عنها وتقرير الأخير للخارجية الأبريكية دليل على أن هذه استراتيجية أدت وظيفتها وبأنها يمكن أن تسهم حتى في تحقيق الاستقرار في المنطقة المؤشر أيضا المهم من خلال هذه التقارير التي تحاول أن تبرز دور وأهمية المملكة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب وأنه يمكن أن نقدم أيضا ما نسميه بالتفسير السياسي لمثل هذه التقارير اليوم نتحدث عن فعلا أن الجوار غير مهم قدر معنا المهم هو العلاقات المبنية على التقاء أولا وعلى مستقية الشريك مسألة الثانية هو أنه المغرب فعلا اليوم أبان بأنه عنصر استقرار سواء في المنطقة المغربية أو حتى في ابتداد في منطقات الساحل حينما نتحدث عن دور المؤسسة الأمنية في مكافحة الإرهاب يجب أن نشير أيضا إلى رقم هو أن المؤسسة الأمنية في المغرب اليوم هي طرف في 30 شراكة أمنية مع دول سواء إفريقية أو في دول العالم المصالح الأمنية كان لها أيضا دور في تحييد الكثير من التهديدات والأخطار الإرهابية التي كانت تحديق بالمنطقة نتحدث هنا مثلا المشاركة الاستخباراتية الأقول العملية ولكن المشاركة الاستخباراتية مثلا في تحييد قائدين من القيادة تتابعة لفروع تنظيم داعش في الساحل نتحدث هنا عن العملية التي جرت في ماي من 2020 والتي تم بمجابة تحييد قيادي من جنسية مغربية يعني من العناصر القيادية في تنظيم ما يسمى بتنظيم داعش في الصحراء الكبرى في أكتوبر 2019 أيضا تم تحييد قيادي يعني في منطقة مالي يعني منطقة وادي التيلسي في جنوب في شمال مالي عفوان الذي كان ينتمي أيضا في ما يسمى بجبهة نصرة الإسلام والمسلمين طبعا هذه المشاركة العملياتية والاستخبارية تبرز فعلا الضور الذي يلعبه المغرب في مجال مكافحة الإرهاب تبرز أيضا أن الرهان على الحضور الجستراتيجي للمغرب هو رهان يعني عميق ودي معنى وتبرز أيضا بأن العمليات الأمنية أو المؤشر الأمني اليوم في السياسة الخارجية المملكة المغربية ومؤشر حاضر بقوة لأن المشاركة المغربية في الكثير من العمليات نتحدث عن تحقيقات التي جرت في بوركي نفاسو يعني تحقيقات التي جرت في الكوديفوار يعني ليس من الطبيعي وليس من المستساغ يعني سياديا بلغة العلوم السياسية أن دولة تشرك دولة أخرى في التحقيقات التي لها طبيعة سيادية تحقيقات في ملفات أمنية في بيانات جنائية في قضايا لها ارتباط بالسيادة الوطنية الأمن المغربي فعلا شارك في هذا التحقيقات شارك في مدريد شارك في فرنسا شارك في بلجيكا شارك أيضا في إفريقيا إذن أعتقد بأن الاستراتيجية المغربية لمكافحة الإرهاب أبانت فعلا عن نجاعتها أبانت أيضا بأنها استراتيجية قائمة على الاستباق والوقاية وهذه الوقاية هي التي جنبت المغرب الكثير من العمليات الإرهابية نتحدث أيضا منذ 2009 أو 2016 يعني تاريخ خدد المكتب المركزي لأبحاث القضايا إلى يومنا هناك نصح التابير هناك نزول بالأرقام المتعلقة بأعداد الخلايا في 2016 نتحدث عن 16 الخلية 2017 نتحدث عن 21 خلايا اليوم نتحدث بنهاية سنة 2020 نسب خلايا فقط إذن أعتقد أن لا الأرقام ولا تحليل تبرز فعلا أن هناك نجاعة وفعالية لكن في تقديري أن السياسة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب تحتاج دائما إلى مواكبة وإلى مصاحبة وإلى دعم لا يوجد بيئة حاضنة أستاذ الشرقاوي للجماعات المتطرفة والجماعات الإرهابية أو الخلايا الإرهابية أو الذئاب المتفردة كل ما تشاء داخل مجتمعنا المغربي ولكن حين نتحدث عن حصيلة المكتب المركز الأبحاث القضائي منذ إنشاء 86 خلية إرهابية هذا رقم واليوم هل يمكن أن نعزو أسباب ذلك إلى أن العالم أصبح قرية صغيرة بالفعل وأن الأفكار كما قال أحد الأدباء لها أجنحة تسافر أن تشاء وبالتالي حتى الأفكار الخبيثة يمكن أن تصلك دون أن تذهب إلى مكان مصدرها وهذا ما يحدث بالفعل باستغلال بشع لوسائل التواصل الاجتماعي أو للتكنولوجيا الحديثة في الاستقطاب والتجنيد هذا لا يتطلب ربما مجهود أمني على أرض الواقع ولكن هناك بدائل هناك وسائل للتعامل مع مثل هذه الظاهرة لكي لا نصل حتى إلى مرحلة الإقناع وتجنيد عناصر في رقعة جغرافية شاسعة قلنا هناك خلايا اكتشفت في طنجة أخرى في شرق المملكة في وجدة في سلة في مناطق متعددة من جغرافية المملكة واليوم نعيش في عالم يعرف ما يسمى بهجرة الإيديولوجيا وبالتالي اليوم عندما نلاحظ ما يقع مثلا في أفغانستان وما وقع في العراق وفي سوريا ولحد الآن هناك بقايا لخلايا داعش في المبصيل وحتى في شمال شرق سوريا أو شمال غرب سوريا أعتقد كل هذا مهم جدا لأننا نعيش اليوم تطورات مهمة جدا على مستوى تدبير كذلك المملكة المغربية في علاقاتها الاستراتيجية وبالتالي بالنسبة لبعض الأشخاص وبعض الأطراف تريد المس بأمن المغرب واستقراري لأنه كما قلنا هو نموذج لاستقرار على المستوى العالم العربي نعيش في بيئة جيوسياسية متحولة يعني تصاعد للجماعات الإرهابية في الساحل الأفريقي وجنوب الصحراء يعني تطورات خطيرة وبالتالي اليوم هذه التكنولوجيا وهذه الوسائل تواصل اجتماعي سهلت كذلك عملية ما يسمى بلوندوكت خينمو يعني عملية أدلجت العقل الإنساني وبالتالي كان هذا عندما نلاحظ مثلا تقرير الاستخبارات الأمريكية يعني في بعض التطبيقات يعني هناك تواصل ألف مئتين ألف رسالة ما بين بلغت في يعني تتكلمون على الإرهاب وتمجيد الإرهاب في أحد التطبيقات على التواصل الاجتماعي يعني على المستوى الدولي وبالتالي نلاحظ اليوم نعيشنا أصبحنا نعيش في قرية الكل مرتبط التهديدات العبر الوطني التهديدات التي تعرفها اليوم مثلا دول أوروبية أو حتى دول غرب إفريقيا أو حتى دول يعني في آسيا الوسطى أو شرق آسيا أصبحت كذلك يعني تمس وكذلك قادرة أن تخلق يعني كذلك ترتيب معين في المملكة المغربية على اعتبار بأن هذه الشباكات الإرهابية هي شباكات عبر وطنية وعبر حدودية ولها مصالح كثيرة جدا عندما نتكلم عن دول الساحل الأفريق وجنوب الصحراء يعني هي البلاكتورنوت ديال الكوكاين يعني المخدرات الصلبة وحوالي أسلحة يعني الأسلحة التي كانت في ليبيا يعني السقوط القدافي أدى إلى انتشار حوالي 8 مليار دولار لأسلحة خفيفة داخل دول الساحل الأفريقي وجنوب الصحراء وبالتالي جماعات الإرهابية أصبحت لها إمكانيات وأصبحت تتملك كذلك مجموعة من القدرات لتصيب يعني بعض الدول خاصة المملكة المغربية وبالتالي اليوم نتكلم عن محاولة لخلق فراغ جيو سياسي فراغ أمني في المملكة المغربية للوصول إلى دول أوروبية كإشبانيا وكالبرتغال وكبلجيكا وبالتالي نلاحظ أن اليوم المغرب وبقدراته الداتية وإمكانياته الداتية خلق فلسفة جديدة لاستخبارات على المستوى كذلك للأفق خلق المكتب البوركازي للأبحاث القضائي الذي يقوم بعمل كبير هناك مؤسسة أمنية كمؤسسة مثلا المديرة العامة للمساندات والتوتيق التي يقوم بعمل كبير كذلك على المستوى الدولي اليوم نتكلم عن تحييد مجموعة من الضربات الإرهابية في دول شرق أوروبا وفي دول وسط أوروبا وفي دول أوروبية وفي الولايات المتحدة الأمريكية عندما تم تحييد كول بريجز جيمس الأمريكي مؤخرا يعني كان عمل كبير لهذا نلاحظ بأن الغرب والدول الغربي خاصة الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تتملك هذا الدور الكبير للمملكة المغربية ونجاعة الاستخبارات المغربية في تحييد ضربة الإرهابية دون أن ننسب أن اليوم المغرب من بين الدول اللي عندها داكرة استخباراتية كبيرة يعني المغرب له تجربة كبيرة في محاربة الإرهاب في تفكيك رموز الخلايا الإرهابية الشفرات عندما يتعامل الإرهاب ولهذا نلاحظ بأن المديري العامة الأمن الوطني قامت مثلا هذه السنة فقط بخلق سعودة عشرين وحدة مختصة في تحليل وتدقيق الأطار الرقمية يعني لمحاربة التهديدات العبر الوطنية على المستوى الإلكتروني كما تم خلق عشرين وحدة جهوية كذلك لما يسمى بالاستخبار الجنائي وهو مهم جدا دون نفس المختبر للوطن السوق العالمية والتقنية مركزي وهو مختبره وأربع مختبرات في مدينة فاس في مراكش في العيون وحتى كذلك في مدينة الدار البيضاء وبالتالي نلاحظ بأن المغرب اليوم لنكون صراحة هذا له تكلفة مالية كبيرة ليس بالسهل أن تقوم بهذه المنشآت العلمية وكذلك ترتيب وكذلك تهيئ العنصر البشري الذي يمكن أن يواصل وأن يواكب هذه التهديدات العبر الوطنية بقراءة استشرافية وبقراءة استباقية هذا يطلب أموال ضخمة وبالتالي نلاحظ بأن المملكة المغربية تحملت كامل مسؤوليتها كدولة حليف استراتيجي وشارك استراتيجي لفرنسا وليطاليا وليبلجيكا لنظرة المغرب لعبوا حد دور كبير في تحييد مجموعة من ضربات الإرهابية مؤخرا في إسبانيا أو في فرنسا وحتى في بلجيكا قبل ذلك تفجيرات مدريد وغيرها تفجيرات مدريد وتفجيرات فرنسا سنة 2015 سنرجع للدور المغربي أو المكان المغربي على المستوى الدولي في مجال مكافحة ظهر الإرهاب ولكن هناك بعض المعطيات لا بد من تحليلها على المستوى الوطني يعني يا أستاذ إحسان حين تقوم المديرية المركزية بإصدار بيان مثلا تقيق خلية إرهابية وحتى وسائل الإعلام تشرك في عمليات التصوير المحجوزات التي نشاهدها بعيدا عن راية أي تنظيم إرهابي متواجد في المنطقة أو غيرها نجد أن هناك مواد مكونة لقنابل يدوية نجد أن هناك خرائط ربما لأماكن ومراكز استراتيجية داخل المملكة نجد سير ذاتية وصور لعدد من الأشخاص الفاعلين في المشهد السياسي أو الأمن يحدث ولا حرج أي أن هؤلاء وإن كانوا حتى عبر خلايا بعيدة جغرافيا أو حتى سياسة الذئاب المتفردة التي تتبعها أو يتبعها تنظيم داعش لديهم أهداف ليس فقط لكي أنا أشاغب أنا أقوم بعمليات إذن أنا موجود ولكن هناك مس ببعض المراكز الحيوية ومس أيضا بأمن عدد من المواطنين بغض النظر عن المناصب التي يتولنها داخل المملكة ما الغاية والهدف من وراء ذلك؟ مغرب لم يشارك ربما في حرب داخل العراق أو سوريا مواقفه دائما تدعو لوحدة الصفلة للتفرقة إنسانيا لديه قوات حفظ السلام متواجد في مجموعة كبيرة من بؤر التوتر داعم مادي ومعنوي وطبي لمجموعة من الدول التي تعاني الأمرين بسبب بعض الأزمات لماذا يستهدف المغرب؟ هذا سؤال مركزي وبتلك الطريقة وبتلك الاستراتيجية وفعلا أعتقد أن استهداف المغرب وليس وليد اليوم هذه النوعية من التنظيمات الإرهابية هي تعرف فعلا الخطر المحدق بها ومن أين يأتي وبالتالي أعتقد أن استهداف المغرب هو استهداف لقوة المعلومة الاستخباراتية في المغرب أولا وهو استهداف لتعاون الأمن المغربي مع الشركاء سواء الأوروبي في الولايات المتحدة الأمريكية وحتى في إفريقيا وهو استهداف أيضا لإستراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب لأن ما وقع في 16 مايو 2002 أبان بأنه فعلا المغرب في حاجة إلى هذه الاستراتيجية لكن وقع أيضا لاحقا ومع مرس سنوات نوع من توسيع هذه الاستراتيجية لتشمل توفير الأمن ليس فقط على المستوى الداخلي وهذا أيضا كان مطار إشادات العديد من الدول هو العديد من أجهزة الاستخبارات العالمية نتحدث على الولايات المتحدة الأمريكية فهذا التوسيع لنشاط هذه العمليات الاستخباراتية أبان فعلا بأنه هناك قدرة مغربية وهناك تملك مغربي لمشروع وطني قادر على مكافحة الإرهاب تملك وطني دفع الدول الأخرى إلى محاولة لا أقول لا استفادة من التجربة ولكن لنحاول تجريب النموذج المغربي في مكافحة الإرهاب من خلال العنصرين الأساسي اللي هو عنصر الوقاية والقائم على قوة المعلومات الاستخباراتية وعنصر الاستشراف بمعنى تقدير المخاطر والإمكانيات التي توفرها البيئة الحاضنة لهذه الجماعة تحدثتم عن مسألة سهولة الولوج إلى المواد المستخدمة في الصناعة المتفجرات هذه من الإشكالات المطروحة اليوم رغم الدوريات الصادرة عن وزارة الداخلية والمصالح المختصة من شأن تشديد الرقابة على بيع هذه المواد لكن يبقى هذا مشكل مطروح لأن لديها استخدامات أخرى قد تكون في البناء قد تكون في مجالات متعددة مسموحة على المستوى القانوني من المؤكد لكن مراقبة مآلات ومصارات استخدام هذه المواد هذا هو ما يطرح المشكلة اليوم أيضا هناك إشكال أساسي يطرح نفسها بقوة وهو حجم التحول التي تعرفها هذه التنظيمات نحو الساحل يعني بعد تضيق الخناق على هذه الجماعات سواء في البؤرطة والطور التقليدية في سوريا والعراق يعني وقع نوع من التحول نحو هذا نظرا للهزائم المتكررة كانت في العراق أو حتى في سوريا لكن على المستوى الوطني اليوم يعني حيننا نقول بأن من ينتمون لداعش أو حتى تنظيم القاعدة والجماعات العاملة معها لأن هناك جماعات القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي هناك مصرات الإسلام هناك مجموعة من الجماعات المتطرفة المتشددة حين نجد مخططات وخرائب جغرافية حول أماكن حساسة داخل المملكة المغربية مؤسسات أمنية ومؤسسات أسكارية وأشخاص أيضا يعني هناك رسائل تود هذه التنظيمات إرسالها مع العلم أن المغرب لم يخذ أمامهم لا حرب ولم يكن مع الحلفاء فقد نقول بأنه بالفعل يريدون الإضرار بمصالح المملكة يريدون إحداث أفعال إجرامية لها أثر كبير ليس فقط من أجل إثبات الوجود على الساحة ولكن هناك نية للإضرار بمغرب مستقر ونعلم أن تونس عانت ليس ببعيد من الإرهاب وأثر على قطعها السياحي وأثر على القطع الأمني بشكل عام ليبيا نعلم قيمة الكارثة والمصيبة التي تمر منها ليبيا منذ 2011 المنطقة المغاربية فيها دولة وحيدة مستقرة هي المملكة المغربية وفعلا هناك رسائل ولكن دعني أقول أيضا أن هناك نوع من التشبيك للإستخبارات لدول أجنبية مع هذه الجماعات يعني ما يقع في الساحة اليوم وبعض تسجيلات التي سربت وبوتت على هذه القناة أفادت فعلا أن هناك ارتباطات لأجهزة استخباراتية في دول المنطقة مع هذه التنظيمات هذا من جهة أخرى أعتقد أن كما قلت أن استراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب هي استراتيجية أبانة نجاعتها وتقديرات في تقديري أن تقديرات هذه الجماعات الإرهابية كانت تراهن على أن المغرب سوف يكتفي بتحصين تأمين حماية وضعه الداخل يعني من هذه الهجمات الإرهابية التي عاشها المغرب لكن الذي وقعه أن المغرب وسع شبكة هذه المبادرات وسع أيضا شبكة هذه العمليات التنصيق المغرب اليوم هو كما قلت عضو في 30 شاركة أمنية هو أيضا فاعل أساسي في تنظيمات مكافحة للجماعات الإرهابية في المنطقة هو أيضا كينت كوينات تدريبات تخضع لها جهزة مخابرات مغربية اليوم هنا في المغرب تحدث عن جزر القومورة عن القابون عن كود ديفوار عن طنزانيا في الشرق إفريقيا إذن هذا العرض الأمني المغربي أعتقد أنه لا بد أن يجابه بمحاولة تفكيكه من قبل هذه التنظيمات التي لا نسقط من حساباتنا أنها ترتبط مع جهزة مخابراتية لا يصرها ما يجري في المغرب وليسرها قوة الجهاز مخابراتي في المغرب وربما بقيتها القلعة الصامدة في المنطقة التي يريدون زعزعة أمنها واستقرارها أستاذ الشرقاوي فشل داخل المملكة المغربية في حدودها الجغرافية المعروفة ولكن قد نقول بأن هذه الجماعات حققت نجاحات أضرت بالمملكة المغربية وكانت ثمن دماء لمواطنين مغاربة طريق التجاري في مالي هنا يتم مهاجمة شاحنات مغربية تنقل السلع والبضاء قبل جماعات متطرفة وإرهابية يؤكد بأن بالفعل هناك غصة في قلوب هؤلاء وبأنهم بأي طريقة كانت يريدون الإضرار بالمصالح المغربية وأن لديهم نفوذ أيضا خارج حدود المملكة المغربية بعد الفشل على المستوى الداخل هل في ذلك بالفعل رسائل أم أن ما أشار إليه الأستاذ إحسان أنه بالفعل هناك أجهزة استخباراتية لديها مصالح متداخلة مع مجموعة من الجماعات المتطرفة والتي قد تقتنص فرصة هنا أو هناك من أجل تذكير المغرب بأن لدينا يد طولة في المنطقة وأن هناك مساحات أخرى ربما لا تخضع للسيطرة المغربية يمكن أن تكون حق التجارب لأعمال إرهابية هو بعد فشل الجماعات الإرهابية أو حتى الخلايا الإرهابية أو الدئاب المنفردة التابعة لهذه الجماعات الإرهابية على المستوى الدولي في ضرب المغرب خاصة بين قوسين عندما تحاول الجماعات الإرهابية ضرب المملكة المغربية أو ضرب دولة معينة فهي تريد إضعاف ما يسمى بالمحددات القوة التابتة المحددات الاقتصادية والمحددات كذلك الاجتماعية إذن ما نتكلم مثلا عن تكلفة الإرهاب اليوم داخل القارة الإفريقية سنة 2020 ودي حسب تقارير أممية وصلت لحوالي 176 مليار دولار وبالتالي هذا رقم كبير جدا خاصة ونحن نتكلم على قارة تعيش مشاكل اجتماعية وبالتالي هناك انعكاسات سياسية وانعكاسات اجتماعية وانعكاسات اقتصادية على هذه الدول الإفريقية وبالتالي الإرهاب اليوم أتكلم برؤية فكير استراتيجي أسمي الجماعات الإرهابية هي قوى محددة للفوضى دون الدولة وهي تستعمل من طرف الدول التي لا تريد زعزعت استقرار البلد أو زعزعت بعض المحددات القوة مثلا للمملكة المغربية في ضرب عندما فشلت هذه الجماعات أو حتى بعض الدول عندما نتكلم عندما وقع في ممر القرقالات هذه عملية إرهابية وبالتالي محاولة ضرب المملكة المغربية عدة ضربات وبطرق مختلفة فشل في الداخل سأحاول أن أضرب مصالح المملكة المغربية في منطقة حيوية ومنطقة غرب إفريقيا خاصة هذه الضربة جاءت بعد اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء افتتاح مجموعة القنصوليات العامة لدول إفريقية ودول عربية ودول من الكارايبي في الجنوب المغربي إنشاء محطات لوجستيك كبيرة في منطقة القرقالات ميناء الأطلسي وهو ميناء عبر قاري وعبر يعني سيمكن المغرب من تموقع في معدلات جيو اقتصادية كبيرة وبالتالي محاولة فرملت هذا الطريق المغربي للآتي من أوروبا مار من المغرب نحو دول غرب إفريقيا لأن كذلك دول غرب إفريقيا هي 700 مليون يعني مستهلك يعني هي سوق تجاري كبير وبالتالي كانت رسائل واضحة للمملكة المغربية نفشل في ضرب المغرف الداخل سنحاول ضرب مصالح المغرب استراتيجية يعني في مالي أو حتى في النجر أو حتى في بوركينافاسو وبالتالي حتى كذلك بعض الدول المهمة بالنسبة للمملكة المغربية والتي لها علاقات استخباراتي وتعاون استخباراتي وعملياتي ومعلومياتي وطيق ما بين هذه الدول تحاول الجماعات الإرهابية ضربها مثلا عندما وقع في لوغرون باسان بدولة الكوديفور وبالتالي كانت هناك رسائل ضمنية للمملكة المغربية المغرب لو نهج يعني دائما كان نهج استيباقي يعني أعلموا سوى رؤية الجغرافية الإرهاب كيف تتمدد اليوم عندما نعلم ما يقع في شمال الموزونبيق في منطقة كابو ديلغادو على حدود جنوب طنزانيا علاقة طنزانيا بإيريتيريا يعني هناك خط إرهابي سيمتد من البحر الأحمر يمر من هذه الدول نحو دول غرب إفريقيا ولكن طموحه هو الوصول إلى الأطلسي عبر المغرب وبالتالي نلاحظ لماذا هذا الخط الاستقرار التي تريد هذه القوى المحدثة للفوضى دون الدولة وتستعمل في حركات انفصالية عندما نرحل لك حركة مثلا في منطقة كيفو الشمالية أو كيفو الشرقية والتي الآن أصبحت عندما نلاحظ تنظيم داعش الجديد في منطقة ما يسمى تنظيم الدولة تنظيم داعش في غرب إفريقيا أو حتى كذلك تنظيم دولة الصحراء الكبرى لأيد لعدنان أبو وليد صحراوي الذي تم قتل مؤخرا في عملية فرارسية حركة التوحيد دول زهاد في غرب إفريقيا مصر الإسلام أنصار الإسلام هذه كلها جماعات تشتغل يعني بتنصيق تام ولكن بهدف واحد مشترك وهو ضرب مصالح هذه الدول وإضعاف محددات القوة المركزية محددة قوة قوة الدولة المركزية في غرب إفريقيا في دول ساحة الإفريق وجنوب الصحراء بالنسبة لهم للمملكة المغربية سيكون أن ينفق تغس يعني صعب اختراق المغرب وبالتالي يحاولون عبر هذا يعني أدلجت وعبر هذا يعني هجرة يعني الإديولوجيا عبر التطبيقات وعبر وسائل التواصل الاجتماعي لمحاولة استقطاب كذلك بعض يعني من نفسهم ضعيفة لارتكاب بعض الأعمال باسم هذه الجماعات وبالتالي اليوم المملكة المغربية يكونوا واضحين المملكة المغربية نجحت بشكل كبير في وضع خطة شاملة وشمولية وهذا تؤكده التقارير الأممية وتقارير وزارة الخارج الأمريكية وتقارير حتى كذلك الاتحاد الأوروبي في ترتيب سياسة كبيرة عموديا وأفقيا من أجل ضحض الإرهاب ليس فقط في المملكة المغربية ولكن على المستوى الدولي كما قلنا الاجتماع القادم في مارس تصرون على الذهاب للحديث عن المكانة المملكة وتنسيقها وتعاونها مع الهيئات قارية أو أممية أو حتى الدولية وهذا سيكون بإن الله المحور الأخير في حلقة اليوم لأنه بالفعل الشيء بالشيء يذكر والمغرب اليوم قدم مساعدات وهناك أمثلة لا حصر لها وسنتحدث عنها أكيد بالتفاصيل الإرهاب صحيح لديه بيئة حاضنة هذا أمر أكيد بيئة مشجعة من حيث الهشاشة الفقر البطالة إلى غير ذلك وقدرة على الاستقطاب والتجنيد اليوم ما نعيش على أرض الواقع هو قاعدا هزمت في أفغانستان وفي مجموعة من مناطق المشرق العربي وتحولت إلى جماعات مصغرة نوعا ما نظرا للفوضى الخلاقة التي كانت موجودة في بلاد الشام والرافدين نقصد العراق وسوريا وغيرها بعض الصراعات المتوترة والدائمة كالصراع الفلسطيني الإسرائيلي هناك أيضا اندحار لها على مستوى داعش في الموصل ومناطق أخرى من العراق ووصلوا اليوم إلى منطقة السحل والصحراء هذه التنظيمات صحيح موجودة على مستوى العناصر ولكن حتى في بغداد وفي العراق وغيرها كانت تحتاج فنهابت بنك الموصل وحائزت على مليون الدولارات مدتها بعض الأنظمة من هنا وهناك بالدولارات والأسلحة ألا ترمعي بأن تشفيف منابع التمويل المالي لمثل هذه التنظيمات قد يكون لديه أثر أكبر من أن يكون لدينا عملية فرنسية عسكرية مثلا بخمسة ألاف جندي تتواجد في مالي ودول السحل والصحراء دعم مالي ألماني أفريكم الأمريكية في هامبورغ أمور عسكرية ميدانية وفعلا في تقديري أن الجانب العسكرية بقى مهم مع ذلك أكيد لأن الجماعات لا تعيش بلا مال فعلا لأننا أمام تنظيمات عسكرية مسلحة ومدرمة تبقى مسألة التشفيف أو تشفيف منابع تمويل هذه الجماعات من الرهانات الاستراتيجية اليوم ليس للمغرب فقط ولكن لبلدان العالم نتحدث هنا عن مشروع غافي يعني الذي يجيز للبلدان مراقبة أو تتبع مسارات هذه التمويلات مسارات التحويلات المالية إلى آخرين نتذكر أنه في المغرب نجح المغرب إلى حد كبير في تشفيف هذه المنابع من خلال توقيف أو اعتقال مجموعة من أشخاص الذين كانوا نشطون في المغرب عربة غسل الأموال وقاموا بتحويل الأموال المالية وقاموا بتبيض الأموال أو بغسل الأموال الآخرين أعتقد أن الوضع أيضا في منطقة الساحل ليس سهلا كما هو الحال في الشرق الأوسط يعني في منطقة سوريا أو الحراق فإذا كانت تنظيمات أو إذا كانت هذه التنظيمات راهنت على كسب كما قلت المالايير من تمويلات سواء عن طريق أن يخلق ما يسمى بمناطق سوداء تقوم على نوع من الاقتصاد القدر أو ما يسمى بلكونومي الصال في بعض المناطق التي ساعد مثلا إلى سواء بيع الأسلحة أو إلى بيع تصدير النفط إلى آخر محروقات إلى آخر فأعتقد أن الأمر سيكون معقد في منطقة الساحل لأن هذه الجماعات انتبهت في تقديري إلى هذا المواطع وبذلك ربطت علاقات قبلية أكثر منها اقتصادية بهذه المرض اليوم الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل هي توفر الأمن مقابل الولاء بخلاف الأمر كما كان عليه الحال مثلا في سوريا والعراق اليوم هذه التنظيمات سبب وجودها أو سبب تعقد مهمة سواء القوات الفرنسية أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هناك ترتيبات من أجل عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى المنطقة بعد الحديث عن وجود قوات فاقنا الروسية إلى أخيره في تقديري أن البلاغ الأخير أو التقرير الأخير الخارجي الأمريكي حول المغرب فهو نبه إلى هذه المسألة وأشار إلى أهمية وجود المغرب في هذه المنطقة أعود لأقول بأن فعلا هناك تقديرات خاطئة ربما من هذه الولدان في مجال محاربة الإرهاب في منطقة الساحل وبأن المواجهة العسكرية كما قلت لا تكفي فعلا هناك حاجة إلى تشفيف هذه المناطق إلى محاربة مصادر التمويل ومصادر التمويل لكن أيضا إلى احتضان هذه الجماعات لأننا نتحدث في النهاية عن هجرة داخلية داخل منطقة الإفريقية في مالي في تشاد في المناطق في مالي في تشاد أو ما يسمى بالمتلة الحدود بين تشاد ومالي وبركينفاسو الذي يشهد كل اليوم فعلا تخطير تهديدا خطيرا للمنطقة نؤكد هنا أيضا لأن حسب التقارير الأخيرة لمنظمة الاتحاد الإفريق أن 80% من الهجرة تتم داخل إفريقيا بين الأفارقة ونحو 70% من هذا المعدل وبسبب الحروب بسبب تمدد هذه التنظيمات الإرهابية إلى هذه المنطقة وأشير أيضا قبل أن نخصم إلى أن المغرب كان قد نبأ أو كان صباقا إلى التنبيه إلى مخاطر تحول منطقة الساحل إلى برميل بارود خاصة بعدما وقع في ليبيا بعدما وقع في سوريا والعراق تحول ظهور أيضا تنظيمات إرهابية في منطقة شرق آسيا يعني هذا يبرز أن هناك تمدد حقيقي وهذه هي قاعدة تنظيم الداعش وهو البقاء والتمدد أكيد وأيضا من بين الأسباب أستاذ الشرقاوي يعني ضعف الدولة المركزية يعني حتى في دول الساحل انقلابات مستمرة اغتيالات لبعض رؤساء الدول تضارب للمصالح ما بين الدولة المركزية وعناصر أخرى في المحيط الداخلي لتلك الدولة وبالتالي قد تكون هناك شركات تنسج من هنا وهناك بعض الدول المحيطة في الإقليم التي تحتضن بعض الجماعات التي هي الأخرى أصبحت تصدر لهؤلاء المجندين على سبيل المثال سيد الشرقاوي تحدث عن أن جبهة البوليساريو اليوم التي تحتضنها الجزائر من قلبي تندوف تهجر اليوم وتقدم ربما عناصر بشرية لدعم عدد كبير جدا من الجماعات المتطرفة التي تنشط في دول الساحل والصحراء ومثل هذه الجبهة منهم من يشرف على تلقي المساعدات الإنسانية من هيئات أممية إذن نحن نتحدث عن التمويل ولكن نتحدث عن المساعدات الإنسانية التي قد تذهب في طريق مغاير إلى ما تنويه تلك الجهات الداعمة والتي منها جهات أممية تنضوي تحت لواء الممتحدة بالتالي كيف يمكن أن نقضي على هذه الظاهرة أو على الأقل الحد من خطورتها في إطار دولة مركزية ضعيفة في تلك الدول وفي نفس الوقت أيضا دول أخرى في الإقليم قد تكون حاضنة لجماعات هي الأخرى تمارس الإرهاب بطريقة أو بأخرى عبر قناع التحرر وغير ذلك هو الكل يعلم اليوم بأن يعني البوليزاريو هي تنظيم إرهابي يعني هناك مجموعة من عناصر البوليزاريو تابعة لتنظيم الدولة في الصحراء لماذا لا يصنف إرهابيا على المستوى الأممية فيما كذلك اليوم كله لاحظ بأن هناك تقارير أممية وتقارير استخباراتي الدولية بأن هناك تجنيد للأطفال يعني بحمل السلاح وهؤلاء الأطفال يشتغلون مع الجماعات الإرهابية مع تنظيم نصرة الإسلام والأسلمين لأياد أغلغالي أو حتى تنظيم أنصار الإسلام لأمادوكوفا أو حتى تنظيم كذلك ما يسمي بلوفرماسينا لأمادوكوفا أو تنظير أنصار الإسلام وبالتالي اليوم عندما نلاحظ بأن مثلا سنة 2017 أصدر المكتب الأوروبي لمكافحة لغيش تقارير في تحويل المساعدات المالية والغذائية المتجهة إلى المحتجزين في تندوف وبالتالي أمام هذا يعني أن دافعي جيوب درائب الأوروبيون يمولون نقطة رمادية لا يعرفون ما يقع فيها حتى أن في نفس السنة كان هناك تقرير أوروبي وتقرير أمامي يدين تنظيم البوليزاريو كمجموعة قامت باختطاف مجموعة من الأوروبي الذي يشتغلون في المساعدة يعني في المسائل الإنسانية أو في منظمة إنسانية في الساحل وبالتالي اليوم نتكلم عن نفاق سياسي نكون واضحين هناك نفاق سياسي وهناك كذلك هناك إشكالية أممية في تعريف كذلك يعني بعض الأهداف الاستراتيجية لمحاربة الإرهاب هناك عندما نلاحظ مثلا مقاربة الولايات المتحدة الأمريكية أو مقاربة الدول الأنجلوساكسونية تختلف عن دول مثلا دول أوروبية دول أوروبية غير قادرة اليوم على الضبط اليوم لو لمساعدة المملكة المغربية في مجموعة من الضربات لكانت تأثير اقتصادي وسياسي لهذه الضربات على المستوى فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وبالتالي اليوم نتكلم عن المملكة المغربية المملكة المغربية لنكون بصراحة الإرهاب اليوم لم يعد فقط برؤية رؤية السبعينات أو الثمانينات في أفغانستان اليوم الإرهاب كما قلت اسمح قوة محددة للفوضة دون الدولة هدفها هو إضعاف المحددات المتغيرة والتابعة لقوة الدولة وبالتالي المغرب اليوم عندما نلاحظ في هذه المنطقة نلاحظ كذلك ما يقع في هذه المنطقة الساحل الأفريقي وجنوب الصحراء اليوم الكل يعلم بأن الإرهاب دول الساحل الأفريقي وجنوب الصحراء وأعي مقول وأصبح تقافة تقافة حقيقية اليوم هناك مجموعة من الإثنيات والعرقيات المتصارعة عندما نتكلم في شمال مالي أو في الحدود الثالث منطقات هناك أكثر من 54 إثنية هناك أكثر من 27 تنظيم إرهابي مسجل لدى مجلس الأمن التابع لأمم المتحدة كحركة إرهابية تقرير المكتب الوطني لمكافحة الإرهاب مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية والذي كان يترأسه وزير الدفاع الأمريكي السابق في عهد دونالد ترامب أكد بأن 57 تنظيم إرهابية يتمدد فقط في دول غرب إفريقية عندما نتكلم فقط على منطقة مايدوغوري في شمال نيجيريا هناك تنظيمات أكثر من 10 تنظيمات إرهابية متحالفة تابعة لدائش تابعة للقاعدة حسب برصة الأموال التي تدفع وحسب الأهداف الاستراتيجية التي تعطى قوى التي تريد إحداث الفوضى أو تحديد إحداث نقطة نقطة رمضية معينة قلت أصبحت ثقافة ولكن في نفس الوقت أصبحت وسيلة للاستقرار والعيش يعني حتى هذه الجماعات التي لماذا تحدثنا عن تشفيف منابع الأموال لأن لديهم تمويل يمكن هؤلاء من لم تجد لهم الدور للمركزية فرص عمل يمكنهم من أن يعملوا عبر العمليات الإرهابية وتجنيدهم في صفوف هذه الجماعات صحيح وهذا ما وقع في سنة 2019 كانت ضربة إرهابية في منطقة إنظلمين وفي التحقيقات أبانت بأن أناس فقط يشتغلون مع شبكات عابرة للحدود هذه الشبكات الإرهابية أو الشبكات الإجرامية العابرة للحدود تشتغل مع جماعات إرهابية تشتغل في المخدرات الصلبة الآتية من أمريكا الجنوب تمر عبر غينيا الاستوائية غينيا بيصاو غينيا كوناكري وتشتغل في شمال مالي وبالتالي السنغال ليبيا وبالتالي نلاحظ بأن هناك تجارة وراء هذه الجماعات الإرهابية وهناك أموال ضخمة عندما نتكلم عن شفر 60 مليار دولار 60 مليار دولار يعني هو رقم كبير جدا ناتج الوطني لمجموعة من الدول في فضاء المفريقية وبالتالي أعتقد بأن لمحاربة الإرهاب في القارة الإفريقية لا بد من رؤية استراتيجية شاملة وشمولية مرتبطة أولا بتقوية الدولة المركزية اليوم نتكلم عن انقلابات نتكلم عن توطرات سياسية نتكلم عن فراغات جيو سياسية نقطرة مادية الدولة لوجيستيكيا أو حتى استغبارات عندما نتكلم عن دولة مالي نتكلم عن عدد ما بين القوات الوطنية والجيش هناك حوالي 20 ألف شخص يعني في مسافة يعني هي 3 مرات مساحة فرنسا عندما نتكلم عن دولة نيجر إذا استثنيتها نيامي وحدود نيامي منطقة تلابيري منطقة فارغة جدا يكثر الحديث ربما عن دول الساحل والصحراء التي فيها بالفعل لعنة الجغرافية حاضرة وأيضا قلة الموارد المالية والطبيعية التي تؤدي إلها شاشة وفقر وأيضا استقطاب أوسع للشباب هناك بالحديث عن مكانة المملكة الدوليين والذي أصريتهم على أن تتطرقوا في مدخلات عديدة بالفعل حتى في عز الأزمة مع مدريد وزير الدفاع الإسباني السابق خرج وقال ما هو هذا العبث؟ هذه المملكة جرنبتنا وحتى أعطتنا معلومات استخباراتية تتعلق بعمليات إرهابية منها تفجيرات القطارات في مدريد أيضا بلجيكا استفادت بمجموعة من التحقيقات التي أدت إلى اعتقالات في باريس ونيس وغيرها من المدن الفرنسية وأحبطت محاولات إرهابية وستدفع فرنسا ثمنها غاليا اليوم مولايات المتحدة تحيط خطر إرهابي لجندي أمريكي كان يستهدف النصب التذكاري لأحداث 11 ستمبر أحدث ولا حرج هذه المكانة الدولية لا تجعل المغرب أن يفرض شروطه على الطاولة بصراحة فيما يتعلق بالمصالح الوطني الأمن الوطني وحتى الأمن الإقليمي الذي يلعب به البعض أعتقد أن بعض المراجعات التي تقوم بها بعض الدول مثل ألمانيا وإسبانيا وقبلها فرنسا دليل أو مؤشر على أن هناك قوى عظمى تراجع تقديراتها في علاقتها مع المغرب كدولة مركزية وكعامل استقرار في المنطقة تحدثتم عن تصريح وزير الدفاع الإسباني سابقا فعلا الأرقام تشير إلى أنه منذ بداية تجنيد أو ما يسمى بعملية تجنيد المقاتلين سواء داخل إسبانيا أو في المغرب للذهاب إلى بوأر التوتر تم تفكيك نحو 16 شبكة من أهل التنصيق أمني مغربي إسباني حينما تحدث عن 16 شبكة فهن تحدث عن الرقم مهيل بالنظر إلى طبيعة التشابكات والعلاقات الاجتماعية والأسرية التي كانت تحملها هذه الشبكات نحو المجهول نحو بوأر التوتر في سوريا والعراق أيضا أعتقد أن المغرب اليوم وبدون مبالغة هو فاعل أساسي فيما يسمى بالتعاون الأمني الدولي من أجل حفظ الاستقرار ومن أجل محاربة التنظيمات الإرهابية طبعا هذا التعاون له مجموعة من الآليات أو يتم من خلال مجموعة من الآليات ويعتمد أيضا لمجموعة من التقنيات من هذه الآليات ممكن نتحدث من العملية التسليم المراقبة العملية التبادل الاستخباراتي العملية التنفيذ أيضا مجموعة من الإنابات القضائية والمذكرات البحثة الدولية هناك أيضا إشادات من الولايات المتحدة الأمريكية من البلدان الأوروبية بصرامة المغرب في التهاطي مع تنفيذ المذكرات الولايات المتحدة بمراكزها البحثية التي تقدم استشارات للبنتاجون والخارجي الأمريكي تقول المغرب أبرز حليف خارج حلف النجر طبعا هذا التصنيف تم التجديد لها لأن هذا التصنيف قديم لكن تم التجديد لها رسميا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أيضا أعتقد أن من الضروري الانتباه إلى مسألة مهمة وهي أن المغرب يعتمد على مجموعة من التقنيات فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب التقنيات التي تسهم فعلا في تجنيب هذه الدول هجمات إرهابية نتحدث عن ما كان سيقع في فرنسا قبل أربعة أشهر عن ما كان سيقع في الولايات المتحدة الأمريكية إلى آخره لكن في تقديري أن المغرب يحتاج أيضا أو في حاجة اليوم إلى ضرورة البحثة الأجوبة السياسية لهذه العروض الأملية وأعتقد أن هذه الأجوبة السياسية لا تأتي لوحدها كذلك لأن منطق العلاقات الدولية هو ليس بالضرورة منطق رابح رابح ولكن هو منطق يخضع لميزان القوى لانسراع فيه رابح وخاسر أعتقد أن المغرب في هذه المرحلة يتحول تدريجيا إلى فرض كما قلت في بداية السؤال فرض إرادتي فرض اختيارتي والبحث عن بدائل وعن أجوبة سياسية لعروض يقدم خدمة للأمن الدولي جميل بقي دقيقتين أو أقل في المغرب اعتراف أممي ودليل ذلك المركز الخاص بمكافحة الإرهاب في أفريقيا يوجد في العاصمة الرباط هذا ليس من عبث ولكن هناك إرادة دولية حقيقية ليلعب المغرب هذا الدور ولكي تكون هذه الواحة الآمنة أيضا تنقل العدوى ربما لمناطق أخرى بالتزام الدولي عليها أن تطبق لا بد من الإشادة بنقطة مهمة جدا بأن عندما نتكلم عن مقاربة المغرب في مكحفات الإرهاب لا بد أن نتحدث عن إمارات المؤمنين كحص مانية لدى الجامعات الإرهابية نقطة مهمة جدا ثاني شيء هناك المغرب في علاقته الدولي وفي علاقته الاستراتيجية على المستوى السيدة المتعددة الأطراف وعلى المستوى العلاقات التونائية خلق مجموعة من المراكز كمثلا معهد محمد السادس لتكوين الأئمة أو معهد محمد السادس لتكوين العلماء الأفارقة هذه المعاهد كبيرة جدا وعطت الأكل ديالا خاصة في ترتيب مجموعة من الأمور المرتبطة بالسراع الجيوديني داخل القارة الإفريقية ثاني شيء مهم جدا ثالث شيء مهم جدا عندما نتكلم عن الجماعات الإرهابية وقليلا ما نشير إلى هذه المسألة هناك ما يسمى بالإرهاب الشيعي عندما نتكلم عن دولة نيجيريا هناك ما يسمى بجماعات براهيم الزكزاقي وهو تنظيم شيعي كبير جدا في نيجيريا وأصبح يتوغل في مناطق دول الغرب الإفريقي وبالتالي اليوم المغرب أمام هذه التحدية لأن عندما نتكلم عن إمارة المؤمنين نتكلم عن الأمن القومي المغربي عندما نتكلم عن وجود حركات شيعية متطرفة لها تمددات وامتدادات لاستخبارات تنظيم وكلاء ما يسمى وكلاء الإيران في المنطقة نتكلم عن أهداف قد تصيب المغرب يعني مؤامرات قد تضرب المغرب عن مقارب أو في المستقبل وبالتالي اليوم المغرب اليوم حرصه على أمن القارة الإفريقية خاصة بعد عودته إلى الإطار المؤسساتي للإتحاد الإفريقي أو حتى كذلك الدول الكبير الذي أصبح يلعبه في ترتيب مجموعة من السياسات الإفريقية خلق هذا اليوم المكتب الأممي لمكافحة الإيران في الأفريقية هو اعتراف ضمني للمنتظم الدولي بقوة المدرسة الاستخباراتية المغربية وبقوة المملكة المغربية في محاربة الإرهاب على مستوى القارة الإفريقي وعلى المستوى الدولي وتقديم أيضا المعلومات الكافية لما يخص الوضع الأمني داخل القارة الأفريقية وأيضا تلك الجماعات التي قد تهدد ليس المصالح الأفريقية الأفريقية ولكن حتى المصالح العالمية أشكرك جزيلا شكرا لأستاذ الشرقاوي الروداني الخبير في الدراسات الجيوستراتيجية شكرا لك أيضا أستاذ أحسن حافظي الخبير في الشؤون الأمنية والأستاذ الجامع شكرا جزيلا لكم وأيضا الشكر موصول لكم مشاهدين على حسن المتابعة والإصلاع لكم أجمل تحية أينما كنتم وكل عام وأنتم بيع الفخير اشتركوا في القناة